السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة English Language لتعلمي اللغة الإنجليزية إذن في هذا الفيديو سوف نتعرف على ما يسمى به However However إذن متى نستخدم However إذن هذا السؤال عادة يتكرر لدى متعلمي اللغة الإنجليزية إذن في هذا الفيديو سوف نوضح لكم متى نستخدم However مع استعراض بعض الأمثلة وكذلك التعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام However ولكن مشاهدين دائما وتقديرا لمجهوداتنا المتواصلة المروا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم جميع فيديوهاتنا ولا تبخلوا علينا كذلك بتعليقاتكم التحفيزية وكذلك بإعجاباتكم طبعا إذا نال الفيديو إعجابكم شكرا مسبقا لكم إذن الآن سوف نبدأ هذا الفيديو على بركة الله إذن متى نستخدم However إذن However هي أداة تستخدم لطرح فكرة مناقضة أو عكسية للفكرة التي سبق وأن كتبتها إذن لدينا فكرة هي نقيدها أوكي نقيد مثلا نكتب عن جمال مكان ما ونوضح كيف أن هذا المكان مهم إلى غير ذلك وكذلك نكتب الفكرة العكسية مثلا لهذا المكان سلبية من سلبياته أوكي مثلا إذن طبعا سوف نعطي أمثلة لتوضيح However إذن مثلا نقول إذن محمد لديه أموال كثيرة ولكنه ليس سعيدا في حياته أو مع ذلك فهو ليس سعيدا في حياته إذن هنا فكرة وفكرة مناقضة لدينا محمد has too much money إذن محمد لديه أموال كثيرة إذن هذا شيء إيجابي نعم محمد has إذن has لديه too much أي الكثير money المال However إذن هنا however تعني ومع ذلك أو ولكنه However تعني ومع ذلك أو لكنه He is not happy in his life هو ليس سعيدا في حياته إذن هذه فكرة مناقضة وعكسية للفكرة الأولى إذن من لديه أموال يكون سعيدا ليس دائما ولكن الفكرة المناقضة دائما تأتي بعد However He is not happy in his life هو ليس سعيدا في حياته إذن الفكرة ثم الفكرة المناقضة محمد has too much money However He is not happy in his life نعطي مثال تاني كذلك The game yesterday was short However It was very interesting The game yesterday was short However It was very interesting المباراة كانت قصيرة أمس ولكن كانت مثيرة جدا Okay The game إذن المباراة yesterday أي البارحة أو أمس was short كانت قصيرة However إذن ولكن أو مع ذلك It was very interesting كانت مثيرة جدا إذن فكرة الأولى أن the game كانت قصيرة The game yesterday was short إذن هو أرد أن تكون طويلة والفكرة المناقضة والعكسية It was very interesting أي كانت اللعبة يعني مثيرة جدا واستمتعوا كثيرا إذن فكرة والمناقض أو العكسية لها مثلا كأننا نقول فكرة إيجابية وفكرة سلبية بعدها أو فكرة سلبية ثم فكرة إيجابية إذن المثال الثالث The job at the store was not nice at all However they offered very good salary The job at the store was not nice at all However they offered very good salary الوظيفة في المحل لم تكن جيدة على الإطلاق ولكن أو مع ذلك قدموا مرتبا جيدا أوكي إذن The job at the store أي الوظيفة في المحل The store أي المحل was not nice at all لم تكن جيدة على الإطلاق However ولكن أو مع ذلك They offered قدموا They offered very good أي جيد جدا salary أي المرتب إذن السلبية هو The job at the store was not nice at all والإيجابية They offered very good salary وبينهما However أوكي أظن أن الفكرة بدأت تتضح عن however فهي جد سهلة لدينا الفكرة ثم نقيضها أو الفكرة إيجابية ثم السلبي للشيء أوكي نستخدم بينهما However ليس ضروريا أن تكون الفكرة السلبية هي التي تأتي بعد However أو الفكرة الإيجابية التي تأتي بعد However إذن كلاهما صحيحين إذن نعطي مثال آخر She was ready for the exam However She did not get a good grade هي كانت مستعدة للاختبار ولكن لم تحصل على درجة جيدة She was ready for the exam هي كانت مستعدة للاختبار إذن هذه إيجابية شيء إيجابي أن تكون مستعدا للاختبار However ولكن أو مع ذلك She did not get a good grade لم تحصل على درجة جيدة إذن هذا شيء سلبي She did not get a good grade يا للأسف أوكي مثال آخر My mother worked very late last night However she was happy about it My mother worked very late last night However she was happy about it والدتي عملت أو اشتغلت إلى وقت متأخر ليلة البارحة ولكن هي كانت سعيدة أو راضية عنها إذن My mother والدتي worked عملت أو اشتغلت very late أي متأخرة جدا last night الليلة ليلة البارحة However ولكن أو مع ذلك She was happy about it هي كانت راضية عنها أو هي كانت سعيدة أوكي إذن سوف نعطي الأمثلة عن However ولكن سوف نعطيها عن طريق الparagraph عن طريق نص صغير أوكي إذن نقول My teacher is such nice lady معلمتي معلمة رائعة جدا My teacher is such nice lady She always helps us on the exams and asks if we need any help before the class ends هي تساعدنا في الاختبارات وتسأل إذا كنا نحتاج أي مساعدة قبل أن لا ينتهي الدرس She always helps us هي دائما تساعدنا on the exams في الاختبارات and asks وتسأل if we need إذا كنا نحتاج any help أي مساعدة before قبل the class ends أن ينتهي الدرس إذن however she moved to another school and all the students now miss her however she moved to another school and all the students now miss her ولكن ومع ذلك هي انتقلت إلى مدرسة أخرى وجميع التلاميذ اشتاقوا لها الآن إذن however هنا لكن أو مع ذلك she moved أي هي انتقلت to another school إلى مدرسة أخرى and all the students وجميع التلاميذ now الآن miss her أي اشتاقوا لها إذن الفكرة أو الجمع الأولى كانت جملا إيجابية ثم استخدمنا however لننتقل إلى الشيء السلبي في هذا الموضوع وهو أن الأستاذة انتقلت she moved to another school ولكن هذه الأستاذة بالمجمل كانت أستاذة طيبة ورائعة إذن قلنا however نستخدمها لكي نعبر عن فكرة سواء سنقول نقيضها أو عقصها أو نقول إيجابيتها أو سلبية هذه الفكرة إذن مشاهدين أتمنى أن تكونوا قد فهمتم درس however وتعرفتم أن however قلنا هي فكرة ونقيدها أو فكرة إيجابية وسلبيتها إلى غير ذلك شكرا جزيلا لكم بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله